علم أهل السنة والجماعة فيه حفظ الإسلام فلا ينبغي للإنسان أن يأنس بالجهل من أنس بالجهل قد يفر من العلم كما أن الجعل يفر من المسك ويألف القذر عليكم بعلم أهل السنة في العقيدة والأحكام الفلاح في هذا أطلبوا المزيد من علم أهل السنة وكونوا في ازدياد وقوة وهمة وفقكم الله والحمد لله رب العالمين